موسيقى غادر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تعقد بمدينة الرياض موسيقى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية استمرارا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة فضلا عن دفع مصار إحياء عمليات السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية السادة الحضور لقد حذرت مصر مرارا وتكرارا من مغبة السياسات الأحادية كما تحذر الآن من أن التخازل عن وقف الحرب في غزة ينزر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة وإنهم أهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحة وأخيرا أتوجه بحديثي إلى القوى الدولية الفاعلة وإلى المجتمع الدولي بأسري أقول لهم إن مصر والعرب سعوا في مصار السلام لعقود وسنوات وقدموا المبادرات الشجاعة للسلام والآن تأتي مسؤولياتكم الكبرى في الضغط الفعال لوقف نزيف الدم للفلسطينيين فورا سمع معالجة جزور الصراع وعطاء الحق لأصحابي كسبيل وحيد لتحقيق الأمن لجميع الشعوب المنطقة التي أنا لها أن تحيا في سلام وأمان دون خوف أو تروية ودون أطفال تقتل أو تيتم ودون أجال جديدة تولد فلا تجد حولها إلا القراهية والعداد فلتحد العالم كله حكومات وشعوبا لإنفاذ الحل العادل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال بما يليق بإنسانياتنا ويتتسق مع ما ننادي به من قيم العدل والحرية واحترام الحقوق جميع الحقوق وليس بعضها أشكركم كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية وذلك على هامش ناقاد القمة المشتركة غير العادية في العاصمة السعودية الرياض حيث التقى سيادته بكل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس السوري بشار الأسد والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان